لإظهار أن المملكة المتحدة تسير على الطريق الصحيح وأن إدارته لها جيدة يقود رئيس الوزراء دايفيد كاميرون هذا القطار في مدينة ديربي في إست ميدلانز يأتي ذلك ضمن حملته الانتخابية لولاية ثانية كاميرون زعيم حزب المحافظين وصل إلى رئاسة الوزراء والتي تعرف بعنوان مقرها عشر داونينغ ستريت في الحادي عشر من مايو أيار عام 2010 فوز زعيم حزب المحافظين في تلك الانتخابات العامة أنهى 13 عاما من حكم حزب العمال لكن كاميرون في تلك الانتخابات لم يحظى بأغلبية مطلقة لذلك كان عليه أن يشكل حكومة ائتلافية مع زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار نيك كليغ كاميرون الذي ولد عام 66 وتسعمائة وألف حين تولى منصبه كان أصغر رئيس للوزراء في تاريخ المملكة على الأقل منذ 200 عام لكن بعد عام على وصوله لهذا المنصب واجه غضب الشارع بعد أن تبنى سياسة تقشفية حتى عام 2015 تقوم على خفض الإنفاق العام وخاصة المساعدات الصحية هؤلاء المتظاهرون كانوا يطالبون أيضا بتوفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد ومحاربة التهرب الضريبي وهذا ما كان قد أعلن عنه خلال حملته الانتخابية كاميرون أراد المحافظة على دور بلاده السياسي خارجيا وتمتين العلاقة مع الحليفة الرئيسية الولايات المتحدة فكانت زيارته لواشنطن مدتها يومان حينها أعلن الرئيس باراك أوباما أن كاميرون هو أحد أقرب الأصدقاء والأكثر ثقاء أوروبيا معه بقيت بلاده خارج منطقة اليورو ولإرضاء رفاقه في الحزب المطالبين بالخروج من الاتحاد الأوروبي وعد بإجراء استفتاء حول ذلك عام 2017 في حال فوزه بولاية ثانية وأكثره ما يميز عهد كاميرون هو الاستفتاء الذي قام به الإسكتلنديون حول الاستقلال عن المملكة البريطانية وجاءت النتيجة كما أراد حين قال لهم نريدكم قلبا وروحا أن تبقوا داخل المملكة كاميرون وزوجته ثمنثة اللذاني فقدا طفلهما البكر ينتظران ولادة طفهما الثالث في أيلول سبتمبر المقبل